أكد الناطق الرسمي باسم الشرطة لواء شرطة هاشم علي عبد الرحيم وقوع إصابات وسط صفوف الشرطة والمواطنين وذلك خلال تفريغ الشرطة لتجمهرات غير مشروع عمس بمناطق متفرقة من العاصمة الخرطوم وأكد الناطق الرسمي باسم الشرطة نقل المصابين جميعا إلى المستشفيات لتلقي العلاج كاشفا عن إلقاء القبض على عدد من مثير الشغب حيث فتحت في مواجهتهم بلاءات تحت طائلة القانون الجنائي وقانون الطوارئ كما تمت محاكمة عدد من المتهمين بالسجن والسجن والغرامة معا أمام محكمة الطوارئ سجاب محتجون في عدة مدن سودانية يوم الخميس لدعوة أطلقها تجمع المهنيين السودانيين لتسيير موكب جديد ينادي برحيل النظام في تحدي جديد لقانون الطوارئ المفروض بالبلاد وتخطط احتياجات السودان التي انطلقت شرارتها بمدينة عضبرة يوم التاسع عشر من ديسمبر الفين وثمانية عشر يوم هالمية تقريبا وخرج شباب بمدن الفاشر لبيض النهود مدني في تظاهرات سلمية تلبية لدعوة التجمع في المشاركة بموكب الحياة للأطفال واستبدل تجمع المهنيين وهو كيان النقابي ينظم الاحتجاجات مواقيت مواكب الخرطوم من الواحدة ظهرا إلى الثالثة والرابع عصرا لتفادي ارتفاع حرارة الطقس وفرغت قوات الأمن والشرطة المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع وبحسب تجمع المهنيين في أن هناك وقوعا لإصابات متفاوتة وسط المتظاهرين استدعت نقل بعضهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج